بازل مدينة ساحرة تقع في شمال غرب سويسرا على ساحل نهر الراين تحيط بها جبال الألب الخضراء مما يجعلها وجهة مثالية لمحب الطبيعة تتميز بازل بمزيج فريد من التاريخ العريق والإطلالة الرائعة على النهر وتوفر للسياح تجربة سياحية فريدة تجمع بين المغامرة والاستجمام في هذا الفيديو سنأخذكم في جولة في أجمل أماكن في بازل في الجزء الثاني من الفيديو أهم المعلومات مثل طقس الفنادق المطاعم والأمان لتخطط لرحلتك أولا أجمل الأنشطة السياحية واحد جولات في النهر تعد جولات النهر في بازل واحدة من أبرز الأنشطة التي يمكن للسياح الاستمتاع بها تتيح هذه الجولات فرصة لاستكشاف المدينة من منظور مختلف حيث يمكنك التعرف على المعالم التاريخية والجسور الجميلة التي تمتد على ضفاف نهر الراين توفر القوارب المخصصة لهذه الجولات أجواء هادئة ومريحة مما يجعلها تجربة مثالية للاسترخاء والتقاط الصور التذكارية اثنان جولات جبال الألب تعد جولات جبال الألب من أهم الأنشطة في بازل حيث يمكنك الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والهواء النقي توفر هذه الجولات فرصا لممارسة رياضات المشي لمسافات طويلة والتسلق مما يجعلها مثالية لمحبي المغامرة والطبيعة يمكنك زيارة القرى الجبلية التقليدية والتعرف على ثقافة السكان المحليين بالإضافة إلى الاستمتاع بالمناظر البانورامية التي تأسر الألباب لا تفوت مشاهدة فيديوهات سويسرا في قناتنا زيورخ برن جراندل والد لوسيرن انترلاكن والروابط في الوصف ثلاثة التجول على جسور بازل التاريخية تعد التجول على جسور بازل التاريخية من الأنشطة الممتعة التي يمكنك القيام بها أثناء زيارتك للمدينة تتميز هذه الجسور بتصميماتها الفريدة والمعمارية التي تعكس تاريخ بازل العريق يمكنك الاستمتاع بالمشي على طول الجسور والتقاط الصور للمناظر الخلابة للنهر والمدينة من حولك كما تعد هذه الجسور أماكن رائعة للتنزه والاسترخاء بعد يوم مليء بالأنشطة لا تنسى عمل اللايك للفيديو عندما يعجبك ثانيا أسئلة وأجوبة عن السياحة في بازل واحد كيف هو التقص في بازل وما هو أفضل وقت للسياحة؟ التقص في بازل معتدل على مدار العام حيث يكون الصيف دافئا ومشمسا والشتاء باردا مع أمطار خفيفة أفضل وقت لزيارة بازل هو بين شهر مايو وسبتمبر حيث يكون التقص مناسبا للأنشطة الخارجية واستكشاف المدينة اثنان ما هي أسعار الفنادق في بازل؟ تتراوح أسعار الفنادق في بازل بين 130 إلى 250 دولارا لليلة الواحدة الفنادق الفاخرة تقدم خدمات متميزة ومرافق راقية بينما تتوفر خيارات أكثر اقتصادية مثل بيوت الضيافة والنزل بأسعار تبدأ من 50 دولارا ينصح بالحجز المسبق خاصة خلال موسم السياحة لضمان توفر الغرف بأسعار مناسبة ثلاثة ما هي أسعار المطاعم وتكلفة تناول الطعام؟ تكلفة الوجبة في مطعم متوسط تتراوح بين 15 دولارات للشخص الواحد في المطاعم الفاخرة قد تصل تكلفة الوجبة إلى 20 دولارا أو أكثر يمكنك أيضا تجربة المقاهي المحلية التي تقدم الشاي والقهوة والحلويات بأسعار تتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات أربعة هل بازل آمنة للسياح؟ نعم بازل تعد مدينة آمنة للسياح تعد معدلات الجريمة في بازل منخفضة ومع ذلك ينصح باتخاذ الاحتياطات العامة مثل تجنب المناطق المعزولة ليلا والحفاظ على المقتنيات الشخصية في أماكن آمنة خمسة ما هي وسائل المواصلات المتاحة وأسعارها؟ تتوفر في أزل وسائل مواصلات متنوعة تشمل الحافلات والترام والسيارات الأجرة تبدأ أسعار تذاكر الحافلات والترام من يورو واحد وتتناسب مع المسافة المقطوعة سيارات الأجرة متاحة وتبدأ أسعارها من خمسة يورو للرحلة الواحدة وتزداد الأسعار حسب المسافة والوقت كما يمكن للسياح استئجار الدراجات الهوائية أو السيارات للاستمتاع بالتنقل بحرية في المدينة ستة ما هي الأنشطة المناسبة للأطفال؟ تتوفر في بازل العديد من الأنشطة المناسبة للأطفال مثل زيارة حدائق الحيوانات والمتاحف التفاعلية يمكن للأطفال الاستمتاع بالألعاب والمرافق الترفيهية في الحدائق العامة والمناطق المخصصة للعائلات كما تعد الرحلات البحرية على نهر الراين تجربة ممتعة وآمنة للأطفال للتعرف على الطبيعة والاستمتاع بالمناظر الخلابة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد